تستمت اسمها من الشمس وهي حصينة ويصعب اختراقها من قبل الغزاة قلعة شميميس تم تشيدها من قبل أسرة شمس جرام في أواخر العصر اليوناني وسميت شميميس نسبة لهذه الأسرة وظلت هذه القلعة متعلقة طيلة العصر الروماني والبيزنطي القلعة تعود بجزورها كتواجد سكني للعصر البرونزي الحديث ما بين 1600 حتى 1200 قبل الميلاد نتيجة وجود بعض الفخار الذي يشير إلى هذه المرحلة لكن بناء القلعة الحقيقي هو تم في أواخر العصر ما قبل الميلاد يعني أواخر العصر اليوناني وبداية العصر الروماني قام بنائها أسرة شميميس جرام هي الإمارة العربية التي قامت بحمص ما بين 96 قبل الميلاد حتى 79 ميلادي وبانيها هو الملك شميس جرام الأول الذي حكم ما بين 65 حتى 44 قبل الميلاد إذن هي بنيت في أواخر العصر الميلادية ما قبل الميلاد تعرضت هذه القلعة للتدمير وأعاد بناءها سلطان ببرس وتتمن أهميتها في مراقبة الطرق والمارة وفي إشرافها على مدينتي حمصة وحمل القلعة هي من أجمل القلعة بسوريا تقع على قمة جبل منفرد الحقيقة على قاعدة ببازلتية قال عنها الملك الشيركوه الساني بأنها ماردين الشام لأنها تشبه قلعة ماردين في الأناضول هي عبارة عن تشبه التاج على جبل مخروطي كأنه جبل بركاني طبعا القلعة مدمرة بشكل شبه كامل حاليا يعتقد بأنها عبارة عن طابقين القلعة وفيها حوالي تسعة أبراج مدمرة لم يبقى منها إلا أجزاء من بعض الأبراج القصر الموجود في القلعة الحالي هو بأبعاده 35 ب35 لم تخضع لتنقيب منهجي سوى بعض الحفريات يعني مؤخرا التي لم تعطي نتائج واضحة إلا أنه لها جدران متداعي وأبراجها كانت بارزة نوع الشيء بحجارة صغيرة فيها خندق يحيط بالقلعة وفيها بئر ماء الذي كان يعتقد بأنه من هذا البئر كما يتم ملأ هذا الحفرة المحيطة بالقلعة القلعة حاليا متداعية الحقيقة تحتاج للتنقيب لكنها تشهد على عراقة هذه المدينة بجمالها بالخندق المحيط بها بما تبقى من أبراجها الحقيقة هي تحتاج للتنقيب وأعتقد إذا حدثت لها عملية التنقيب سوف نكتشف الكثير من أسرات هذه القلعة التي كما نقول تشهد على عراقة هذه المدينة وتشهد أنها كانت مدينة الشمس لأن بنيها أو بناتها الأوائل هم أسرة شميميسي جرام هذه الأسرة العربية التي كانت حقيقة تسيطر على المنطقة الوسطى في أواقع كما قلنا القرون قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول قلعة شميميسي الرابطة كالنسري تختزن تاريخ مدينة السلامية فهي شامخة بشموخ قلعتها التي تشهد على تاريخ وأمجاد المنطقة للأخبارية السورية محي الدين فهل ترجمة نانسي قنقر